سعيدة ما صحت هذه الأنباء لسيما وأنها صادرة عن وسائل إعلام مغربية مساء الخير أعتقد بأن الأمور ما بين الجزائر والمغرب تذهب إلى الاتجاه العسكري والخيار السلاح ذلك أن التقارير تفيد فعلا بأن الجزائر بدأت في الاشتغال في توسعة مطار تندوف ومدرجة بالجهة الغربية والشرقية للمغرب والغربية للجزائر ذلك أن حتى الجزائر لم تكتفي بهذا ولكنها استطاعت أن تحط راجمات الصواريخ في أكثر من منطقة من المحبس فوق تندوف ومدرجة إلى حدود مدينة السعيدية وفي نفس الوقت أقول لك حتى المغرب أرسل الدرك الحربي والدرك الحربي له طابع استخبارات استطلاعاتي من أجل إعداد تقارير ومنحها للجيش المغربي القوات المسلحة الملكية من أجل القيام باللاجم والانتشار من المحبس إلى أين هذا أستاذ السعيد يقلق هذا التعاون العسكري بين روسيا والجزائر المملكة المغربية؟ يقلقها كثيرا بالإضافة إلى أن الروسيا تدعم عسكريا من أسلحة متطورة للجزائر فميليشيات فاغنر الروسية وصلت إلى دول الساحل الصحراء ودخلت إلى مالي ونيجيريا وتشاد بالإضافة إلى الجزائر وهي قادمة من أجل تدريب أعداء جبهة البوليزياريو وما توسيع مطار تندوف هو وسيلة لإقامة التدريب والمعسكرات لفاغنر من أجل مساعدة وتدريب أعداء جبهة البوليزياريو لدى الجزائر الجزائر الآن تحاول أن تدفع بالبوليزياريو من أجل اندلاع حرب ما بين المغرب والجزائر والبوليزياريو بينما الجزائر تقف من وراء ولكنها تقف بحذر وعينها على كل الأراضي وسيد سعيد لماذا لا نتوقع أن لا تتخذ الجزائر إجراءات عسكرية في الوقت التي تقوم به المغرب بإجراء مناورات وإتفاقات عسكرية عديدة؟ طبعا هذا أمر عادي بالنسبة للمغرب لأن عندما تكون دولة معادية مجاورة أكيد أن كل طرف وكل دولة معينة للمغرب والجزائر يحاول كل طرف أن يعد العدة وأن يقيم المتاريس ويقيم الصواريخ من أجل انضار الطرف الآخر في محاولة المسي بوحدة ترابية الجزائر على أهبة الاستعداد المغرب على أهبة الاستعداد وكل الطرفين لن يسكت ولن يقف مكتوف الأيدي في سيما أن الجزائر تتهم المغرب بأنها استقدمت إسرائيل من أجل استفزاز المغرب لكن المغرب يرد بأن من حقه أن يقيم علاقات واتفاقيات عسكرية مع من يحب من الدول التي يمكن أن تساعد المغرب وهذا ما يثير العديد من التقارير والبلابل داخل الأوساط العسكرية وأعتقد أن الأمور إذا لم تهدأ في الأونة الأخيرة سوف تذهب إلى تصعيد عسكري كما قلت لك سابقا بأن المغرب بدأ يرس راجمات الصواريخ من المحبس تندوف إلى البحر الأبيض المتوسط بمنطقة السعيدية نعم وصلت الفكرة الصحفي سعيد العفاسي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة